يعني حديك برضو بتشير لشيء مهم لبعدي كيف ترى اهتمام الأطفال والشباب في مصر بالموسيقى وبدراسة الموسيقى؟ مدرسة مثلاً أولاً الموسيقى دي أسهل فن ممكن يتلقى طفل أو أي حد ومحبب محبب وممتع وتعليم الموسيقى بالمناسبة هو بينمي مهارات كتير عند الطفل مش أقصد مهارات فنية إنما أقصد أنه هو بينظم العقل يعني في نون بشكل عام بتخليه مرتب الأفكار يعني بتساعده على أنه يرتب أفكاره وأنه يبقى عنده تأمل نوع من التأمل فأي حاجة بيعملها حتى لو بيذاكر كيميا وجغرافيا يعني فمهمة جداً زائد إنها بتربي مشاعر يعني تربية المشاعر يعني ما فيش إحنا ما فيش إنسان بلا مشاعر إنما المشاعر دي إحنا بنربيها إزاي فطبعاً الموسيقى والفنون مهمة جداً شديدة الأهمية لا تقل الأهمية عن الدروس الأخرى يعني آآآ بالضبط آآ طب ما تأثير عدم وجودها في مدارسنا حاليا؟ يعني كل ما نرى مظاهر رضيئة في المجتمع المصري أنا أعزوه لعدم وجود الفنون في حياة الأطفال وفي المدارس حتى على مستوى الإعلام أنا أعزوه لده يعني إنه واحد يرمي حاجة في الشارع إنه يكسر إنه اللغة بتاعته تبقى مش لطيفة كل هذه المظاهر أساسها إنه لا وجود للفنون في حياة هؤلاء الأطفال لأن مشاعرهم ما تربيتش وأنا ما قدرش ألوم المجتمع على ده يعني حلوم بتشير لشيء في منتها الأهمية يعني ودايما نحن الحياة بنضع يدنا عليه إنه مدارسنا هي مش مسألة حساب وعربي فقط لكن من هنا يبدأ الاهتمام مثلا بالفنون طبعا الفنون بترقية الزوق العام أو الزوق الأطفال حتى بتربيت الزوق العام وتربيت المشاعر الفنون والرياضة والرياضة البدنية دي برضو أيضا من الحاجات اللي النهاردة المدارس تفتقدها ما فيش مدارس بقت مباني وقود وما فيش فيها حاجة لا فنون ولا رياضة ولا فده طبعا ساهم بشكل كبير جدا في تردي مستوى الزوق العام في مصر يعني يعني الحقيقة دعوة لعودة هذه الفنون إلى مدرسنا دي مهمة جدا جدا آه طبعا طبعا والأنا أعرف أهالي كتير بيعلموا أطفالهم بشكل برايفيت لأن ما فيش يعني خارج نطاق المدرسة بشكل خاص يعني دروس يعلموا العسف على جيتار على عود على ما يعني في مدارس خاصة كده صغيرة لأنه هم بيلقوا الفيدباك على الطفل لما بيتعلم موسيقى أو رسمة أو كده بيلقوا بالفيدباك بتاعه على حياته التانية في علاقاته بالمجتمع رد فعله عاقا بيبقى جيد طبعا